يعني لما اتكلم تاني واقول انه لو لم يكن هناك اي مبادرات ولو لم يكن هناك اي انجازات بخلاف فيروس سي لكفى انا بقول يعني فيروس سي اللي كان فيه حوالي عشرة مليون مواطن مصري عندهم مرض فيروس سي واللي بيكونت منهم يجي 2 مليون يعني حاجة تخض كنا نصل الى المستويات العالمية من افضل دول العالم ونقضي على هذا الفيروس ونعالج الناس نكشف عليهم مجانا ونعالجهم مجانا دي ثورة حقيقية طبية غير مسبوقة لما يجي الرئيس يقعد يتكلم مع وزراء الصحة والمعنيين والدولة والجيش وغيره عشان مشروع البلازمة وتصنيع البلازمة في مصر عشان عيب علينا عيب ما يصحش ان دولة فيها 100 مليون 60% من الشباب تستورد بلازمة ومشتقتها من دولة زي فرنسا او المانيا هو المواطن الفرنساوي ولا الالماني عنده دم اكتر مني ما يصحش احنا بنستورد بلازمة ومشتقتها بدولارات من الدول اوروبية متقدمة البلازمة جاء هناك بتبرع المواطن الالماني والفرنسي والامريكي بيبعوها لي انا بشتريها بدولارات هل هو عنده دم وانا ما عنديش دم؟ هل هو عنده وعي وانا ما عنديش وعي؟ هو ليه بيتبرع هناك وانا ما ببرعش ده الدولة بتستورد مشتقات بلازمة بمليارات ودي دخلة في استماعات ادوية وفي علاجات وغيره كان من الضروري انه يكون فيه نوبة صحيان هذه النوبة اطلقها الرئيس جرس انذار يا جماعة لازم نعتمد على نفسه عيب عيب وما يصحش ان احنا نستورد مشتقات بلازمة متبرع بيها من مواطنين اوروبيين لبلدانهم وفائد عندهم بيصنعوه ويصدروه بدولارات وانا بدفع هو انا ما عنديش شباب يتبرع عندي لكن بينقصنا ايه؟ النزيف اللي قلت عليه من شوية نزيف الوعد احنا يا جماعة يعني خليني بس الناس اللي شايفة نص الكوب ولا مش عايزيني يشوفوا خالص ما انا بقول يا جماعة يعني خليك بما يرضي الله هذا القطاع بس كل ما تذكر القطاع الصحة واللي اتعمل فيه اتعمل في القطاع الصحة انا بقول لكل الناس على بصطوة مصر كل قرى ونجوع وربوع مصر كل واحد كل في كل شارع كافيوها عنده فيروس شوف موضوع الكاشف الطبي واللي موضوع المت مليون صحة الكلام ده كله مبادرات رئاسية دي خارج السيستم بالمناسبة الحاجات دي كلها حاجات مبادرات من الرئيس لانه عما الدولة تمشي الدولة او قطاع الحكومي او الجهاز الادارة للدولة عامل زي الفيل ماشي ببطء مترهل عما تبدأ تشد وتوجه وتعمل الفيل عما يخرج من الحجرة يعني عايزين نهد الحيطة فبالتالي الرئيس ما انتظرش نهد الحيطة ونطلع الفيل ونعالج الفيل لا يلا بسرعة نعمل مبادرة عشان نلحق عيون ولادنا الاطفال واذان ولادنا الاطفال يلا عشان نلحق سمنا يلا التقزم يلا الاورام يلا اورام السيدات يلا نشوف كذا يلا نشوف فيروسي كل ده تعمل قامل تصدر يلا خلص 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 ونبدأ بقى نعمل على نظافة لعلاج من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل نعمل علاج من خلال نعمل مدينة طبية في العاصمة الجديدة نعمل مدينة دواء نعمل مشروع بتاع البلازمة نغير الاثار العام للمشتشفى بتاعتنا وانا بقول تاني الدولة خلال المرحلة القادمة عندنا خطة او مخطة عام للمنظومة الطبية والصحية لعمل مصر كلها ده في مستشفيات يا جماعة وفي وحدات طبية ووحدات صحية يعني بقى لها يعني انا اتكلمت على مستشفى مستشفى في محافظة البحيرة في مدر التحرير اللي انا معرفها يعني مستشفى بدر اتهدت بقى لها كم سنة من 2011 لغاية النهاردة مش عارف شو ما في ترقل في الجهاز مين يعمل مين يشيل فين المقاول فين الشركة فين غيره انا يعني اتكلمت مع الدكتور خلا بغفار والراجل عنده دلوقتي بيان بالوضع الحالي انشائي على مستوى مصر كلها